اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عينسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حافظه الله على عمق وتميز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والتي تسند إلى أسس قوية من التفاهم والثقة والاحترام والتعاون والتنسيق المشتركة جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدة في قصر الصافرية معالي السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية الذي يزور البلاد للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ورحب صاحب الجلالة بالوزير الضيف الذي نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء وتمنياتهما الطيبة لشعب البحرين بالمزيد من التقدم والنماء فيما كلفه جلالته بنقل تحياته إلى فخامة الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء وأصدق تمنياته لشعب باكستان الشقيق بدوام الرفعة والتطور وبرك جلالته النتائج المثمرة التي أسفر عنها اجتماع اللجنة البحرينية الباكستانية المشتركة والتي سيكون لها دور هم في تطوير مسارات التعاون الثنائي في مختلف الجوانب منوهن رعاه الله بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الباكستانية في ظل سعي البلدين لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية ونوه جلالته بدور الجالية الباكستانية وإسهاماتها في نهضة البحرين وتطورها كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك من جانبه عرب وزير الخارجية الباكستاني عن عميق شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة على ما حظي به من حفاوة الاستقبال مثومنا الدورة الكبيرة لجلالته ودعمه المتواصل لتوثيق علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين اشتركوا في القناة